اه اول موضوع نتكلم عليه هو موضوع المرضى السكري. مريض اللي عنده سكر. يا جماعة الخير. مرض السكر يؤثر على شبكية العين ويؤدي الى انزفة في الشبكية ويؤدي الى ارتشاحات في الشبكية. ولو تساب ممكن يعمل انفصال شبكي. معنا هزا الكلام ان المريض اللي عنده اه سكر لازم يفحص شبكية دوري. وكلام ده مهم جدا 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 والحمد الله شكر الله احنا معنا طاقم كبير من احسن استشارين الشبكية في العالم. مش في مصر بس. اه فحص الشبكية الدوري بيحدد اعلاج المناسب لمرض الشبكية. مرض الشبكية بيتعالج بحاجتين مهمين جدا. مجموعة من الحؤن داخل العين. هذه المجموعة من الحؤن شغلينتها الاسسية انها تحافز على اه تمنع الارتشاحات الشبكية وتمنع تخليه فيه اوعية دموية او انزفة تروح. وبالتالي تمنع المضاعفات تعمل مرض السكرة. الحؤنة ديها دكتور احمد حؤنة اتنين تلاتة اخر مؤتمر امريكي بيقول لك ادي الحؤن لغاية ما مريض يمشف ان شاء الله تدي ميت حؤنة لكن احاق غالبا من تلات لخمس حؤن لكل عين كان ده مهم جدا جدا. طيب ايه مست الحؤن دي حاجتين لو في ارتشاح في الشبكية هيروح نمرة واحد نمرة اتنين الحؤن دي هتعمل حاجة مهمة جدا هتبنى على اوعية دموية اللي ممكن تؤدي الى انزفها في الشبكية. تاني موضوع مهم جدا هو انزفت الشبكية مرض السكر لو تسابي يا جماعة الخير بيعمل مشاكل في شبكية العين ويؤدي الانفصال شبكي. الليزر هنا هو الحل الامثل لهذا الحالة. يبقى اذا المريض اللي عنده اه مرض السكري علاجه مجموعة من الحؤن مجموعة من الليزر اسمه الارجون ليزر. الليزر هنا بيحرق الشبكية. من الاخر كده انا هميني حافز على الجزء اللي في النص بالشبكية بان انا بستهدف بحرق الاطراف الشبكية. طيب لو عملتش الكلام ده اللي يحصل اوعدك ان يحصل انفصال شبكي ولا انها هتروح ويا ما شفنا مرضى عندهم مشاكل كثيرة جدا من مرض السكر. طيب يا دكتور رحمد ان الكلام بتاعك دي خوف اي خوف. طيب كيفية للوقاية نمر واحد اي مريض عندي سكر يفحص شبكية دوري. لا جدال لا مناقشة في هذا الموضوع. مريض اللي عنده شبكية في سكر لازم يفحص شبكية دوري. لما الدكتور يقول لك محتاج حقنة يبقى حقنة. ما يقول لك محتاج ليزر محتاج ليزر. كم دلاجة ده لا مناقشة فيه. ده والموضوع. الموضوع التاني المهم جدا هو ان مريض الشبكية كل ما يزبط سكره كل موعدك المضاعفات تبقى اقل وبسيطة. يعني انت سكرك تزبط يعني تزبط. تزبط اكلك تزبط مع دكتور السكر. لو السكرة في مش مزلوط في مشكلة اما في اكلك اما طبيب بتاعك مش كفء كفاية ان هو يزبط لك سكرك. محافظة على هذا الكلام يؤدي الى ان شاء الله مضاعفات بسطية جدا ويؤدي الى علاج مناسب. تمام?